موسيقى خلال الاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن الافريقي حول ليبيا شكري يطالب بالخروج غير المشروط للقوات الأجنبية والمرتزاقة من الأراضي الليبية خلال زيارتها لألمانيا وزيرة الصحة تعلن اتفاق على توريد سيارات إسعاف وعيادات متنقلة بثلاثة مليارات بني لصالح المبادرة الرئاسية حياة كريمة والرئيس اللبناني يبحث مع رئيس الوزراء الأردنية تحضيرات الجارية لنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا الثلاثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرانتشا نشرة إخبارية مفاصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى موسيقى أكد وزير الخارجية سامة شكري ضرورة استعادة ليبيا لاستقرارها الشامل وازدهار شعبها الشقيق تأكيد شكري جاء خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن الافريقي حول ليبيا وخلال الاجتماع طالب شكري بحتمية الخروج غير المشروط والمتزامن والمنصق لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء بما يتماشى مع المقررات الدولية في هذا الشأن وكذلك دعم مهمة لجنة 5 زائد 5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص وتأتي مشاركة مصر في هذا المحفل للتأكيد على دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا ذلك بمختلف المحافل الدولية وخلال كلمته أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر كانت وستظل داعما للشعب الليبي وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحات الليبيين ترجمة نانسي قنقر 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 خلال زيارتها لألمانيا عقدت وزيرة الصحة والسكانها لزايد اجتماعا بمقر شركة مرسيدس بنز العالمية مع عدد من المسؤولين هناك ذلك بحضور مسشار الرئيس الجمهورية لشؤون الصحية والوقائية محمد عوض تاجدين بالإضافة إلى عدد من المسؤولين وخلال زيارة استمعت الوزيرة إلى عرض توضحي عن ما تم إنجازه داخل الشركة لتلبية احتياجات وزارة الصحة من خلال دفعات من سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية لصالح المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هذا وشهد الاجتماع الاتفاق على توريد 2510 سيارات إسعاف وعيادات متنقلة بتكلفة تتجاوض ثلاثة مليارات جنيه حيث سيتم توريد 1510 سيارات بداية من الشهر القادم حتى منتصف العام القادم 2022 بالإضافة إلى توريد ألف سيارة إسعاف وعيادات متنقلة أخرى بداية من العام 2023 كما تم كذلك الاتفاق على تزويد سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة التي سيتم توريدها إلى مصر بمحركات متطورة صديقة للبيئة أقل وزنا وأقل في الاهتزاز وانبعاثات الغاز وموفرة للطاقة وبالتالي ستكون مصر أول دولة في العالم بعد ألمانيا تستخدم تلك المحركات المتطورة من جانبه شدد مسشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية محمد عواطق الدين على أهمية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استدامة عمل تلك السيارات من خلال توفير مراكز للصيانة وإطاحة قطع الغيار بأسعار مناسبة مع ضمان استمرارية توفرها ذلك لتقديم خدمات الصيانة بالشكل الأمثل أعلنت وزيرة الصحة وسكانها لزايد تطعيم 82 ألف من طلاب الجامعات باللقاح فيروس كورونا في يوم واحد فقط وذلك من إجمالية 120 ألف طالب سجلوا على الموقع الإلكتروني هذا وتناشد وزيرة الصحة جميع الطلاب الجامعات والمعاهد العليا بسرعة التوجه إلى مراكز التطعيمات لتلقي لقاح الكورونا دون التسجيل مسبقا على الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد ذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الطلاب وهو ما يساهم في انتظام العمليات التعليمية في محافظة مصر كافة تتواصل وحملة معا نطمن لتسجيل المواطنين للحصول على لقاح المضاد لفيروس كورونا ففي المينيا تابع المحافظة أسامة القاضي فعاليات المرحلة الثانية للحملة كما ناشد المحافظة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية مؤكدا أنه تم تخصيص 26 مركزا ثابتا لطلق اللقاحات و30 فارقا متحركا و18 مركز شباب مخصصا لطلق اللقاحات وأربع سيارات متحركة ومجهزة وذلك لدعم حملة معا نطمن سجل الآن استقبل الرئيس اللبناني مشيل عون وفدا من إحدى الشركات الخاصة بالإستشارات الدولية وعرض معهم ضرورة استكمال مهمتهم الاستشارية الدولة اللبنانية يأتي ذلك في إطار التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل النهوض بالاقتصاد اللبنانية وأشد دعون خلال اللقاء على ضرورة مراجعة خطة التعافي الاقتصادية التي أعدتها الحكومة السابقة نتيجة التغيير الذي حدث في الأرقام منذ أكثر من عام حتى اليوم وكذلك توحيد هذه الأرقام كي يكون موقف لبنان قويا خلال المفاوضات وفي سياق آخر بحث الرئيس اللبناني مع رئيس الوزراء الأردني بشر خسونة التحضيرات الجارية لنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا جاء ذلك خلال استقباله رئيس الوزراء الأردني على رأس وفد وزاري في إطار زيارة عمل إلى لبنان واخذ للقاء أكد الرئيس اللبناني تقدير بلاده للدعوة التي أطلقها العاهل الأردني في الأمم المتحدة لمساعدة لبنان نقدد عليكم تحية مشاهدينا نستكمل ملف لبنان حيث بحث رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مع نظيره الأردني بشر الخسونة سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة ما يتعلق بموضوع الطاقة ونقل الكهرباء من الأردن والغاز المصرية وخلال مؤتمر صحفي مشترك أوضح ميقاتي أن الاجتماعات بين الجانبين تناولت بحث اللجنة المشتركة بين لبنان والأردن مشيرا إلى رغبة البلدين في أن تكون الاتفاقات مفيدة لا سوريا خلال الاجتماع تطرقنا إلى العلاقات الثنائية وخاصة بما يتعلق بموضوع الطاقة فهل شيء سيكون مكان مباحثات ثنائية بين معالي وزير الطاقة ومعالي وزيرة الكهرباء الأردنية اللي حيكون فيه عندهم وزيرة الطاقة الأردنية لحتى نقدر نتوصل على أمور استجرار الكهرباء من الأردن وأيضا على الغاز المصري الذي سيمر عبر الأردن وسوريا إلى لبنان من جانبه أكد رئيس الوزراء الأردني بشر خصاونة حرص بلاده على دعم لبنان وصون استقراره وتأمين احتياجاته وخلال المؤتمر الصحفي المشترك شرى الخصاونة إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث سبول تسريع تلقي لبنان للغاز المصري لسد بعض احتياجاته من الطاقة والكهرباء لدينا اهتمام كما اهتمامنا بالشأن الأردني وبالقضايا الأردنية الوطنية بدعم استقرار لبنان بإعادة نهضة لبنان بالتيسير على أشقائنا وأهلنا في لبنان لن نتأخر بما لدينا من الإمكانيات من الاستجابة لكل الاحتياجات التي نستطيع أن نؤمنها لأشقائنا في لبنان الحديث جرى اليوم كما تفضل دولة الرئيس عن سبل تسريع تلقي لبنان للغاز المصري ليساعد في معالجة بعض تحديات الطاقة والكهرباء وقطاع الكهرباء في لبنان استقبل رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك رئيس مجموعة البنك الدولي دايفيد مع البص في أول زيارة من نوعها للبلاد منذ قرابة خمسة عقود وتأتي زيارة رئيس البنك الدولي من أجل بحث سبل دعم السودان للخروج من العراقيل ودعم جهود الحكومة في إجراءات الإصلاحة وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجموعة البنك الدولي أكد حمدوك تقدير بلاده للدور النشط الذي يقوم به البنك الدولي لدعم السودان وأشار حمدوك لمساهمته بأكثر من ثلاثة مليارات دولار لتمويل برامج ومشاريع لدعم الزراعة والنقل والكهرباء والصحة والتعليم في سودان ندرك تماما الدور النشط لهذا البنك الدولي المهم الذي كان مهما لحدوث ذلك وطبعا البنك الدولي ساهم على مر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار ندرك حزمة حزمة للمشاريع والبرامج لدعم الزراعة والمياه والنقل والكهرباء والصحة والتعليم وعدد من البرامج ذات الأولوية الأخرى من جانبه أكد رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مع البصة عزمة البنك الدولي العمل على الإسهام في إلغاء ديون سودان وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء السوداني أوضح مالباس أن السودان يعيش ظروفا صعبة وأن الحكومة ورثت تحديات كبيرة مشددا على أن البنك الدولي سيساعد السودان لتخطي عقود الصراع إلى مستقبل أفضل هناك تحديات كثيرة من أزمة كورونا واللاجئين والفيضانات وما إلى ذلك ولكن مع ذلك الدولة مصرة على القيام بإصلاحات وإعادة وضع الصلاة مع المجتمع الدولي وفي يونيو أتوصل إلى قرار بشأن هذه الدولة كما يسمون أنا أرحب بالتقدم الذي أحرزه السودان بمجال التوحيد والتقدم في المجال الاقتصادي وخفض التدخم ردود فعل إيجابية واسعة خرجت غدا تتكليف الرئيس التونسي قيس سعيد نجلاء بودن رئيسة للحكومة الجديدة هذا وينتظر الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها في أقرب وقت حزمة من الملفات والقضايا العاجلة أبرزها الملف الأمني والأزمة الاقتصادية والأوضاع الصحية في البلاد عكس اختيار الرئيس التونسي قيس سعيد للأستاذة الجامعية نجلاء بودن لرئاسة الحكومة والتي تعتبر أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ تونس والعالم العربي عكس الكثير من الرسائل الإيجابية خاصة وأن التونسيين رحبوا وثمنوا هذا الاختيار الرسالة الواضحة لتعيين سيدة لقيادة الحكومة تؤكد أن الدولة بتونس ستعتمد على الوزراء التكنقراط والمستقلين لإنقاذ البلاد من الأوضاع الحالية وفي كلمته إلى رئيس الحكومة المكلفة حدد الرئيس التونسي هدفا رئيسيا لعملها وهو القضاء على الفساد والفوضى التي عمت في المؤسسات مما يشير إلى أن الحكومة المرتقبة ستواجه تحديات مختلفة على مستويات متعددة وسنعمل معا إن شاء الله في المستقبل بإرادة عزيمة ثابتة للقضاء على الفساد والقضاء على الفوضى التي عمت الدولة في عديد المؤسسات هناك صادقون وصادقات يعملون ليلاً نهاراً ولكن هناك من هم على نقيض هؤلاء يعملون على إسقاط الدولة ومن أبرز هذه التحديات هي معالجة الحالة الأمنية الراهنة والتصدي لمحاولات التخريب والتسلل عبر الحدود لإحداث حالة من الفوضى بمساعدة حركة النهضة الأخوانية التحدي الثاني للحكومة التونسية الجديدة يشمل قطاع الصحة خاصة مع تداعيات الوضع المتفاقم جراء انتشار فيروس كرونا في البلاد على مدى الأشهر الماضية أما التحدي الثالث سيكون اقتصادياً حيث سيقع على عطق الحكومة الجديدة مواجهة الأزمة الاقتصادية ومواجهة الفاسدين والمضاربين في الأسواق ويعد تحمل السيدة نجلاء بودن هذه المسئولية الجسيمة في هذا الوضع الدقيق من عمر تونس إشارة جيدة على تطور التمكين السياسي للنساء وتبوؤهن المناصب العليا ومن ثم المشاركة في تسيير شؤون البلاد نظر عن كثب مشاهدين في الملف التونسي انضم إلينا عبر الهاتف من تونس الأستاذ أبو بكر الصغير الكاتب والمحلل السياسي سيد أبو بكر بعد التحية وقبل الحديث عن أبرز التحديات أمام حكومة بودن هناك العديد من الدلالات الإيجابية لاختيار الدكتورة نجلاء بودن خلفاً للمشيشي كيف ترى هذه الدلالات؟ مساء الخير أعتقد هو تأكيد الاستثناء التونسي وكذلك تواصل المفاجآت التي يبادل بها رئيس الدولة منذ يوم 25 يوليو الماضي أعتقد أن اختيار أمرأة بمكانة السيدة نجلة بودن لتولي مسؤولية السلطة التنفيذية أي آسة الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة التي عنوانها رئيس الدولة بمحصلة أن الفساد تقريباً عمى كل القطاعات وأن هناك أطراف تريد إسقطة الدولة هو خيار صائب لعدة اعتبارات أولاً النساء هنا في كل التقارير التي تم نشرها بتونس بخصوص مشاكل الفساد وأين يكمن الفساد ومن هي الأطراف المتورطة الفساد تظهر أن النساء هم أقل فساداً في كل القطاعات التي يتولون المسؤولية فيها وهي الظائرة بالساعد وتستحق الاهتمام والدرس ثانياً أن تسمية امرأة في هذه الفترة واللحظة الفارقة والحرجة التي تعيش فيها تونس لأن بعض الأطراف تريد أن تصاعد في منسوب التوتر والاحتقان في الشارع فالخيار الجندري هذا امرأة هو رسالة ذلك إيجابية جداً من قبل رئيس الدولة لأنه كان بإمكانها أن يسمي شخصية أمنية وحتى عسكرية في رئاسة الحكومة لأن كل الظروف وكل الاعتبارات تبرد ذلك ولكن اختار امرأة بمعنى أنه من شأن ذلك أن يقلل وأن يقلس من منسوب التوتر وكذلك الشاحن الذي تبادل بعضتها وثالثاً أعتقد أن هذه المرحلة وباعتبار تونس أنها تعتمد أساساً على عديد الشركاء والأطراف الدولية فشخصية سيدة نجلة بودين وباعتبارها أنها كانت متعاونة وخبيرة في البنك الدولي وساهمت عديد البرارش لأنه هو موضوع يعني عليها تحال سيدة أبو بكر أنا انتظرتك تتحدث عن أهلية وكفاءة الدكتورة نجلاء بودين عليها تحال دكتورة نجلاء بودين وحكومتها الجديدة أمامها العديد من التحديات تحديات أمنية تحديات اقتصادية حدثنا في عقالة عن أمر هذه التحديات وكيفية الخطة الموضوعة لإدارة هذه الملفات أنا أعتقد أن هناك تحديات بريزة التحدي الأول هو إعادة الثقة وكذلك ربط الصلة بالأطراف الدولية والشركات كونس التي انقطعت خلال الفترة الأخيرة والتحدي الثاني هو إعادة محركات النمو بما يتعلق بمجال الاقتصادي والاجتماعي والمالي الذي تعيشها البلاد وخاصة لدى رجال الأعمال وأصحاب المال والمستفرين وهذا أمر هام جدا لأن الاقتصاد التونسي اليوم في حالة عطالة تأملة وتونس مهددة بالإفلاسي وبالنهيات فالحكومة مطالبة أن تدفع من جديد بهذه المحركات التي بإمكانها أن تنتج ثروة وتنقذ تونس من هذه الغيات نعم أستاذ أبو بكر الصغير الكاتب والمحلل السياسي التونسي كنت معنا من تونس أشكرك شكرا جزيلا أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الانتخابات التشرعية في أكتوبر المقبل تمثل نقطة تحول وتماهد لمراجعة منظومة الحكم في البلاد وقال صالح إن الدولة عملت على تهيئة مستلذمات الانتخابات مضيفا أن العراق مر بظروف عصيبة وللجميع أن يدرك ضرورة الإصلاح مشيرا إلى أن المنظومة الحالية غير قادرة على توفير حياة حرة كريمة للعراقيين من جانبها أكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية أن مشاركة نخبين الواسعة تعطي الشرعية للانتخابات وقال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات جليل عدنان قال إنه يتطلع لمشاركة جماهيرية عالية في الانتخابات وخلال متبر صحفي أوضح عدنان أن المفوضية تستمع لجميع النخبين والمرشحين وترصد المخالفات بشكل يومي وأن من يشتري البطاقات لا يمكن له التزوير والتصويت بها داعيا النخبين لاستلام بطاقاتهم في مراكز التسجيل بالتزامن أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت حرصها على المتابعة المستمرة للتحضيرات الانتخابات البرلمانية العراقية وأعربت بلاسخارت عن تعاونها مع مجلس المفوضين الحاليين في سبيل تحقيق انتخابات التحضى بثقة الشارع العراقية وخلال لقائها رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات جليل عدنان أعربت بلاسخارت عن شكرها لجميع أعضاء مجلس المفوضين على ما يقومون به من عمل ومتابعة دائمة للملاحظات التي تطور العملية الانتخابية وتدفعها إلى الأمام ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكي أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 233 مليون و231 ألف حالة وارتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم إلى 4 ملايين و773 ألف وفاة وأوضحت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم والتي بلغت أكثر من 43 مليون و300 ألف إصابة في حين تجاوزت حصيلة الهند 33 مليون و700 حالة إصابة لتحتل المرتبة الثانية تليها البرازيل بحوالي 21 مليون و300 ألف حالة هذا وقد سجلت وزارة الصحة الهندية نحو 23529 إصابة جديدة بفيروس كورونا و311 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع وعشرين ساعة الماضية وقالت الصحة الهندية أن العدد الكلية للإصابات ارتفع إلى 33 مليون و739 ألف شخصة بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 448 ألف أعلنت ولاية فيكتوريا الإسترالية تسجيل أعلى زيادة يومية بإصابات فيروس كورونا بلغت 1438 إصابة جديدة بالإضافة إلى 5 حالة وفاة وقالت السلطات أن هذا العدد من الإصابات كان يمكن تجنبه حيث أقيمت حفلات للنهاية الكبير لدور كرة القدم الإسترالي وكذلك تجمعات اجتماعية أخرى على مدى فترة طويلة وقال رئيس وزراء الولاية أن الأرقام تسجل زيادة بنسبة 50% عن حالات الإصابة أمس مشيرا إلى أن هذه الحالات ستزيد الضغط على النظام الصحي في البلاد سجلت الصين 16 حالة إصابة جديدة وفدة بفيروس كورونا وست حالات جديدة محلية العدوى خلال الـ 24 ساعة الماضية ذكرت لجنة وصحة صينية بلدية شانغهاي سجلت حالة يشتبه بإصابتها وفدة من خارج البر الرئيسي الصيني فيما لم تسجل اللجنة حالات وفاء جديدة مرتبطة بالفيروس أشرت لجنة وصحة صينية إلى أن إجمالية إصابات كورونا المؤكدة في البلاد بلغ 96128 إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفاء 4636 حالة حضر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر من احتمال انتشار مجاعة وتدهور حاد في الخدمات الصحية في أفغانستان حال عدم وصول المساعدات المالية إليها خلال أسابيع وأكد الاتحاد الدولي للصليب الأحمر أن النقص الحاد في الغذاء ناجم عن الجفاف الشديد والنزوح الداخلي وانتشار وباء كورونا فضلا عن الخدمات الصحية المعطلة والتي تعد تهديدا للشعب الأفغانية مشيرا إلى وجود حوالي 18 مليون أفغاني في حاجة مسا إلى المساعدة الإنسانية قالت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إن الاتحاد خاصص 348.2 مليون دولار كمساعدات إنسانية للشعب الأفغانستاني من جانبه أكد مفاوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات تقديم 32 طن من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان مشيرا إلى أن اليونساف ومنظمة الصحة العالمية ستوزعان المساعدات على الأشخاص الأكثر تضرورا من النزاعات والكوليرا في أفغانستان لليوم الحادي عشر على التوالي تتواصل ثورة بركان لاباعلما في جزر الكنار الأسواني أدت الحمم التي ينفثها البركان الثائر إلى تدمير العديد من المنازل وإطلاف المحاصيل وتصاعدت صحب من الدخان الأبيض فوق منطقة بلايان نوعيفا يتي ذلك غدا تأعلان سلطات أرخبيل الكنارية الإسبانية أن سيل الحمم المتدفق من بركان كامبري في يخا الثائر منذ أحد عشر يوم قد وصل إلى البحر محذرة من خطر انبعاث غازات سامة نتيجة التقاء الحمم المنصهرة بمياه المحيط وبعد أيام من ثوران بركان جزيرة لاباولما الإسبانية ثار أحد أكثر البراكين نشاطا على الأرض في جزيرة بيغ آيلاند في هوايا وأكد مسؤول هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الثوران بدأ في فوها بقمة بركان كلاويا غير أن الثوران البركاني حدث في منطقة غير مؤهلة بالسكان منذ ما يربو على الأسبوع ويتابع الجميع أخبار بركان جزيرة لاباولما الإسبانية وما ينفسه من حمم بركانية أزلت في طريقها المئات من الأراضي والمنازل حتى اتجهت أنظار العالم إلى حدث جديد ممثل إنه بركان كلاويا أحد أكثر البراكين نشاطا على الأرض والذي صار في جزيرة بيغ آيلاند إحدى جزر هواي بالمحيط الهادي إلى جنوب غرب الولايات المتحدة وبحسب مسؤول هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن ثورة البركان بدأت من فوهتها لمعو في قمة البركان ولحسن الحظ فإن الثوران البركاني حدث في منطقة ليست مأهولة بالسكان وأظهرت لقطات كاميرا عبر الإنترنت للفواهة نوافير من الحمم البركانية تغطي الأرضية وتتصاعد صحب من الغاز البركاني في الهواء حيث كانت المنطقة نفسها موطناً لبحيرة حمم كبيرة في أوقات مختلفة عبر ماضي ثورات البركان لكن الخبر الجيد في الأمر أن كل الدلائل تشير إلى أن الحمم البركانية ستبقى داخل فواهة البركان ولا توجد أي مؤشرات على أن الحمم البركانية تتحرك إلى الجزء السفلي من منطقة الصدع الشرقي حيث يعيش السكان لقيا أربعة أشخاص حتفهم فيما جرح خمسة آخرون جراء انهيارة أرضية وفيضانات في إقليم سمطرة الغربية الإندونسية فأدت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا بأن عمال الإنقاذ ما زالوا يقومون بإجلاء السكان المحلين المتضررين إلى مواقع أكثر أمنا وسط استمرار هطول الأمطار تسببت الفيضانات في تضرر ثلاثمائة منزل كما غامرت المياه ثمانين هكتار من الأراضي الزراعية حتى ارتفاع مترين في منطقة بادانك باري أعمال أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية عودة العمل تدريجيا لمطاري باريس وذلك بعد عطل فني أصاب منظومة خطط الرحلات وكانت وكالة الأنباء قد أعلنت أن الطيران المدني الفرنسي أعلن تعليق الرحلات إلى مطاري باريس بسبب عطل فني بدورها قالت المديرة العامة لهيئة الطيران المدني إن هذا العطل الفني أثر على النظام الذي يدير جدول الرحلات مشيرة إلى أن العمل جاري لإصلاحه وأن عمليات الإقلاع توقفت لكن عمليات الهبوط ما زالت مستمرة ارتفعت حصيرة ضحايا جراء الاشتباكات المسلحة التي وقعت ما بين عصابات متنافسة داخل أحد السجون في الأكوادور إلى مائة وستة عشر قتيلا في الأقل بالإضافة إلى ثمانين مصابة أقل رئيس الإيكوادور جولرامو لاسو إنه من المحتمل أن ترتفع حصيلة القتل جراء هذه الاشتباكات وذلك في الوقت الذي تسعى فيه السلطات من أجل استعادة السيطرة مرة أخرى على الوضع هناك تابع وزير التنمية المحلية محمود شعروي خلال اجتماع تم عقده مع محافظ أسوان أشرف عطية المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة كما شهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئيسية حياة كريمة سيتم تنفيذ البرنامج في ثلاثة مراكز هي نصر النوبة وكمنبو وإدفو تضم تلك المراكز حوالي 31 وحدة قروية بالإضافة إلى 103 قرى رئيسية و369 عزبة وكفر ونجع أكد وزير التنمية المحلية على ضرورة الالتزام بمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة خاصة في قطاع تصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم والصحة وتنفيذ تلك المشروعات وفقا لأفضل معايير الجودة أعلن وزير الزراعة وستصلاح الأراضي السيد القصير أن إجمالية مشروعات المنفعة العامة التي تم الموافقة عليها في طار المبادرة الرئيسية حياة كريمة بلغت حوالي 654 مشروع على مستوى محافظات الجمهورية ذلك على مساحة إجمالية بلغت 2643 فدانة وأشار وزير الزراعة لأن تلك المشروعات يأتي من بينها 61 مدرسة حكومية و333 محطة صرف صحي ومعالجة صرف صحي وثماني وحدات بيطرية و59 مركز شباب فضلا عن 38 مجمع خدمات متكاملة نفذت مديرية الصحة بالمينيا قافلة طبية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي قرية الشيخ شبيكة التابعة لمركز ملوي يأتي ذلك ضمن أعمال المبادرة الرئيسية حياة كريمة لتقديم كل الخدمات الطبية بالمجان وللاهتمام بالمواطنين بالقرى لأكثر احتياجة أوضح وكيل وزارة الصحة بالمينيا دكتور محمد نادي أوضح أن فعاليات القافلة أسفرات عن توقيع الكشف الطبي على 1681 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان مؤكدا استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم الخوافل الطبية والعلاجية بجميع مراكز المحافظة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول تطبيق زيادات جديدة على رسوم جمع القمامة المقررة بقانون المخلفات الجديدة وقد قام إعلامي مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية حيث أفدت بأن أسعار جمع القمامة في منظومة إدارة المخلفات الجديدة لم يطرأ عليها تغيير وذلك وفقا للمادة 34 من قانون تنظيم إدارة المخلفات الرقم 222 لسنة 2020 الجديدة وأن منظومة إدارة المخلفات الجديدة تتم بالتعاقد مع القطاع الخاص لجمع والنقل ومعالجة وإعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات من خلال العمل على تطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة وجه وزير الموارد المائية والري بمواصلة التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات والمخلفات على المجار المائية وأملاك الري بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية وخلال اجتماع لمتابعة تنفيذ إزالة كافة التعديات على مجرى النهر وجه أيضا عبد العاطي برفع درجة الاستعداد لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات لإزالة التعديات كما استعرض الوزير الموقفة التنفيذية للمشروع القومي لتأهيل التراع موجها بموصلة بذل الجهد وزيادة معدلات الأداء واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية كما تم توجيهه بالإسرائي في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات الأمر الذي يسمح بتحقيق التطوير الشامل للمنظومة المائية تتواصل فعاليات معرض أهل المدارس بقاعد جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر لعرض المستلزمات المدرسية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بمشاركة مئتي شركة وبتخفضات تصل إلى 70% على بعض المنتجات مشاهدين المزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا أحمد الحسيني أحمد يعني بعد التحية ضعنا في المشهد الجديد لديك في معرض أهل المدارس نعم برغة رجاء تحية لكم بالفعل هناك إقبال كبير على معرض أهل المدارس المقام هنا كما ذكرت في أرض المعارض بمدينة نصر في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحدثت معدد كبير من المواطنين الذي أعربوا عن إعجابهم الكبير بهذا المعرض وما يقضم من منتجات جميع المسلزمات الدراسية كثير من المواطنين كانوا يعتقدون أن اليوم كان اليوم الأخير وبالفعل كان مقرر لهذا المعرض أن يفتح أبوابه من 16 من ستمبر وحتى 30 من ستمبر ولكن قررت الدولة مدى معرض أهل المدارس ومدة يومين ليغلق أبوابه يوم الثاني من أكتوبر بعد غد وبالتالي يتبقى يومين فقط علي المواطنين وأولياء الأمور ليستمتعوا ويحصلوا على هذه الفرص وهذه التخفضات الكبيرة التي تصل الآن في أيامه الأخيرة وصلت التخفضات إلى حوالي 70% كانت التخفضات بداية المعركة تصل إلى 20 و30% ثم تطورت إلى 50% والآن وصلت إلى حوالي 70% تخفضات كبيرة وإقبال كبير جدا من المواطنين على شراء هذه المستلزمات الدراسية وجميع ما يتعلق بالطالب مسواء من المواد الأجهزة التكنولوجية وكذلك الأحزية والمواد الجلدية والملابس أيضا هذا المعرض مقام على طابقين الطابق الأول فيه جميع أنواع المستلزمات الدراسية من كشكيل وأقلام وكتب والطابق الثاني مرفت فيه جميع الأحزية وجميع الشنط الدراسية بالإضافة إلى جميع المنسجات والمواد الجلدية كرسة كبيرة مرفت ورجائي للمواطنين لكي يحصلوا على هذه التخفضات أشير في هذه النقطة أيضا إلى أنه بالتوازم عقامة معارض أهل مدارس هنا في القائرة هذا هو المعرض الرئيسي في كافة محافظات الجمهورية هناك أيضا معارض أهل مدارس تقام في جميع محافظات الجمهورية حتى يتيسر على المواطنين استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد وتخفيفا على أعباء الأسرة المصرية إليكم زملائي في الاستوديو أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري شكرا جزيلا لك في سياق آخر أكد محافظة القاهرة خالد عبد العال أنه لن يسمح بحرمان طالبا من الانتظام في الدراسة لتأخره في دفع المصرفات مشيرا إلى أنه سيتم دفع المصرفات للطلاب غير القادرين ليستطيعوا الانتظام في مدارسهم وشدد محافظة القاهرة على حسن معاملة الطلاب مؤكدا أن الطالبة المتجاوزة سيعاقب بالقانون وأشار محافظة القاهرة إلى أنه بعد عامين من جائحة كورونا تقرر أن يكون هذا العام حضوريا لكل الطلاب وهو ما يتطلب التشديد على الإجراءات الاحترازية منذ بداية العام حتى نهايته مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كانت سببا رئيسيا في تقليل الوفيات والإصابات وأن هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الجميع لتوفير أقصى حماية للطلاب خاصة وأن القاهرة يوجد بها أكثر من 2 مليون طالب و2100 مدرسة في شأن آخر شدد محافظ القاهرة خالد عبد العال على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والمولات التجارية خلال فصل الشتاء ويبدأ تنفيذ المواعيد الجديدة بدءا من قد الجمعة حيث وجه المحافظة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم وأشر المحافظة القاهرة إلى أنه بموجب هذه الإجراءات ستبدأ المحال التجارية والمراكز التجارية نشاطها شتاء من الساعة السابعة صباحا ويتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساء وأضف محافظة القاهرة أنه فيما يتعلق بالبزارات والكافيهات والمطاعم سيكون العمل شتاء من الخامس صباحا وحتى الثانية عشر مساء وفيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتة الاستكانية فأقد أشر المحافظ إلى أن مواعيد عملها ستمتد من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء أعلنت هيئة الدواء المصرية إضافة ثماني مواد جديدة إلى جدول مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها يأتي ذلك بعد رصد الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات التابعة لمكتب الأمم المتحدة والمعني بالمخدرات والجريمة إساءة استخدام تلك المواد يشار إلى أنه حتى تاريخه لا يوجد مستحضرات دوائية مسجلة يوجد بها تلك المواد المذكورة بالقرار جاء ذلك في القرار رقم أربعمائة اثنين وأربعين لسنة ألفين واحد وعشرين الذي بدأ العمل به فور نشره اليوم بالعدد رقم مائتين وتسعة عشر بجريدة الوقائع الرسمية أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك لتيسير حصول زو الهمم على كافة الخدمات والمنتجات المصرفية بما يساعد على تمكينهما ودمجهما في المجتمع وتنفيذا للتكلفات الرئاسية بتمكين زو الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية وقد ذكر البنك المركزي أنه فيما يتعلق بتهيئة البنية التحتية للبنوك فقد تم إلزام البنوك بتجهيز نسبة عشر بالمئة من فروع البنك القائمة كحد أدنى للتعامل مع داو الهمم مع مراعاة ملاءمة الفروع الجديدة لاحتياجاتهم وأيضا إتاحة مكينات صراف آلي بمواصفات خاصة لتسهيل تقديم الخدمات المصرفية وذلك بنسبة لا تقل عن عشر بالمئة من إجمالي عدد المكينات أعلن وزير البترول طارق الملة إطلاق الدفعة الرابعة والأخيرة من برنامج تنمية وتطوير القدرات البشرية بقطاع التعديم الذي تنفذه هيئة الثروة المعدنية بالتعاون مع شركة أمبي في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع التعديم الذي يهدف إلى تنمية المهارات الإدارية والتكنولوجية للمتدربين جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع 63 متدربا من الملتحقين الجدد من العاملين بهيئة الثروة المعدنية بالدفعة الرابعة من البرنامج التدريبي المتطور ليصل إجمالي عدد المتدربين في البرامج بمراحيله الأربع إلى 311 متدربة إلى البورصة المصرية والتي أنهى التعاملات جلسة اليوم بصعود جماعي للمؤشرات بدعم المشتريات المستثمرين الأجانب والعرب وقد ربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 703 مليارات و300 مليون جنيه حيث ارتفع مؤشر إي جي أكترتي بالنسبة 21 من 100% ليصل إلى مستوى 10.517 نقطة كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكترتي بالنسبة 84 من 100% ليصل إلى مستوى 2722 نقطة وارتفع مؤشر إي جي أكترتي الأوسع نطاقا بالنسبة 91 من 100% ليصل إلى 3671 نقطة وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف خبيرة أسواق المال الأستاذة حنان رمسيس أستاذة حنان بعد التحية في البداية كيف كان أداء البورصة المصرية خلال تعاملات نهاية جلسات الأسبوع مساء الخير يا أستاذة حرهة النهاردة كان في تابعين في أداء المؤشرات أول الجلسة كان في ارتفاع ثم المؤشر الثلاثين انتقل للمنطقة الحمراء ثم عاود للمنطقة الخضراء طبعا ده بتأثير من سهم القيادة الموجود في قطاع البنوك هو اللي خلق المؤشر آخر الجلسة يلزفها بأكتر من 1% ويعني يتجه إلى المكاسب يعود بها كل خسيره ولكن هذه المكاسب هي مكاسب وهمية مش مكاسب أساسية لأن السوق فيه حالة من عدم الرضا وحالة من عدم الارضاع أو بيحصل فيه تدولات في بعض الأسهم وتجميع وبيحصل فيه عمليات شراء بس شراء قصري للأجل وليس للاستثمار لأن طبعا موضوع ضغيب الأرباح الرأسمالي مؤثر على أداء السوق تأثير سلبي جدا مخليها المتعاملين حذرين جدا يعني لو أنا قارنت أداء هذا الشهر بالشهر أغسطس وكان فيه اقتفاعل نقاط تاريخية في التفاة المؤشرات وزيادة في قام التداول واستحواز نقاط المتعامل المصريين هيطلع التقرير في هذا الشهر شهر سبتمبر مختلف جميلات وتفصيلا نحن من يوم خمسة في الشهر وإحنا عندنا عدم ثبات في الأداء عندنا مكاوف عندنا ضبابية عندنا عدم موضوح رؤية فيه طبعا أليات التبقات في السوق المتعامل ما كانش فاهمها فيه انخفاض في ساعات التداول لأن فيه طبعا جلسة المزايرة بتبتدي من 2.15 دقيقة وبتنتهي مع 2.25 بس ما بناخدش أوامر من هذا الوقت وده أصل طبعا على قام التداول طبعا المتعامل المصريين يعني متخوفين من فرض الضريبة هو مش للضريبة نفسها ولكن الإجراءات البياقترية اللي بتتعلق بهذه الضريبة هي المخوف المتعاملين احنا عايزين لرسالة نمأنا للمتعاملين من الجهات المختصة نقول لهم أنه لا ما فيش تأجيل للضرائب فيه إلغاء تام لأن التأجيل هنتعرض للفترة القادمة لنفس المشكلة هنا فيه أداء جايد فيه زخر من قبل المتعاملين وبنعمل مجهود كويس كبورشة نحن نروب للتداول بس طبعا الموضوع الضريبة هي العصصة بالسلبة على أداء المتعاملين طيب أبرز القطاعات النشطة اليوم وأيضا المتراجعة خلال التعملات طبعا قطاع العقارات مقالة فترة بيستحوز على أغلب التداولات طبعا بعد كده بيجي قطاع الخدمات المنائية الغير محصرافية وفيه قطاع الأغذية والمشروبات ولكن إلغاء العمليات اللي بيتم بطريقة يعني كل يوم والتاني بيعمل ارتباك عند المتعاملين وبيأثر على أداء القطاعات اللي ممكن تبقى قطاع يعني متصدر المشهد مع إلغاء العمليات بتحول إلى قطاع يعني منخفض في التداولات القطاعات بقال مش شغالة كويس الفترة الحالية ممكن نشوف قطاع النقل والشحن بيبقى متلاجع نوعا ما وبتزايل المشهد وقطاع البنوك على رغم النهاردة فيه ارتفاع فيه يعني السهم قيابي إلا أن هذا القطاع يعني متزايل المشهد نوعا ما نعم بشكرك شكرا جزيلا أستاذ حنان رمسيس خبيرة أسواق المال كنت معنا عبر الهدف أكدت وزارة التموين أن منافذ صرف السلع التمويني التي يصل عددها إلى 38 ألف منفذ متنوع ما بين بقالي التموين ومنافذ جمعية والمجمعات الاستهلكية تبدأ غدا صرف السلع الغذائية للمواطنين على بطاقات الدعم تنفق دولة شهرية ما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه لتلبية احتياجات المواطنين على بطاقات الدعم حيث يصل عدد المستفيدين من منظومة السلع التموينية إلى 64 مليون مستفيد عقدت وزيرة التجارة وصناع نيفين جامع لقاء موسعا مع المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية أنا السعيد العتيبة لاستعراض فرص وإمكانات التعاون الصناعي والاستثماري المشترك بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال المرحلة المقبلة وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول إمكانية إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية ونظيراتها الإماراتية بهدف إنتاج للأسواق المحلية وتصدير الأسواق الأوروبية والأفريقية مشيرة إلى أن الحكومة تتيح حزمة حوافز متميزة للشركات المنتجة والمصدرة بالسوق المصرية ينتظر الملايين حول العالم خلال ساعات انطلاق إكسبو 2020 دبي هذا الحدث هو الاسثنائي الذي يستمر لمدة ستة أشهر سيكون إكسبو 2020 دبي أكبر حدث عالمي في ظل أزمة كورونا وأول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وغنوب آسيا مع أكثر من 200 مشارك من بينهم دول ومنظمات وشركات ومؤسسات تعليمية يفتح الحدث أبوابه للزوار يوميا منذ الأول من أكتوبر حتى الـ 31 من مارس 2022 طيلة أيام الإسبوع يبحث حفل الافتتاح لهذا الحدث الاسثنائي مساء اليوم على الهواء مباشرة عبر أكثر من 430 موقعا في أنحاء الإمارات يعقب حفل الافتتاح في اليوم الثالث ثلاثة عروض للألعاب النارية في أنحاء مختلفة من دبي لمناسبة انطلاق فعاليات الحدث الدولي وفتح أبوابه للجمهور يدى مشاهدين نكونوا قد وصلنا لناية هذه الجولة الإخبارية لم يتبقى فيها إلى التفكير بأبرز ما جاء فيها من عنهم خلال الاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا الشوكري يطالب بالخروج غير المشروط للقوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية خدل زيارتها لألمانيا وزيرة أصحة تعلن الاتفاق على توريد سيارات إصعاف وعيادات متنقلة بثلاثة مليارات جنيه لصالح المبادرة الرئاسية حياة كريمة الرئيس اللبناني يبحث مع رئيس الوزراء الأردنية التحضيرات الجارية لنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا نهاية النشرة الثالثة في تمام الساعة السادسة مشاهدين جولة إخبارية جديدة تأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصرية للملطقة اشتركوا في القناة